ليلان طفلة بعمر سنة ونصف السنة عانت من ارتفاع في درجات الحرارة ليصل بها الحال إلى غيبوبة منذ أكثر من أسبوعين ذو الطفلة ليلان أشار إلى أنها شخصت أولاً في مستشفى الأميرة بديعة بإربد بضعف في المناعة استدعى تزويدها بكمية من الدم تسببت وفق قولهم بمضاعفات أدت إلى دخولها في غيبوبة حيث جرى إدخالها لاحقاً إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك المؤسس بكامل براءتها دخلت ليلان في غيبوبة مفاجئة هكذا تحولت شكوى الطفلة ذات العام والنصف من ارتفاع في درجات الحرارة إلى معاناة من مضاعفات خطيرة لما عملوها فعوصات وحولوها على مستشفى الملك عبدالله مستشفى الملك عبدالله دخلناها قبل عشرين يوم تقريباً حكوا أنه محى المناعة محى النقص مناعة ففحصوا الدم تباحاً الدم ثمانية لقوا فزادوا لها نصف وحدة الدم بعد ثلاث ساعات قاسوا لها الدم الدم تباحاً خمسطاش ونصف نصف وحدة من الدم كما يقول ذو ليلان أدت إلى تدهور في حالتها دون أن يجد السؤال الملح عن سبب هذه المضاعفات إجابة شافية حتى الآن البنت إلها اليوم خمسطاشر يوم بغيبوبة طبعاً بسأل الدكاترة بسأل الأخ الصاة اللي كان بسقول عن حالتها شو سبب الغيبوبة منت فاتت بغيبوبة يعني اتشنجت وفاتت بالغيبوبة بأعكي له شو سبب الغيبوبة يا دكتور بأعكي لي ما ما بعرف شو سبب دخلوها بالاي سيو ذو ليلان يؤكدون أنها تعرضت لخطأ طبي وإلى أن تثبت صحة دعواهم أو خطأها تنتظر ليلان مصيرها تحفها الدعوات بشفاء قريب